يشهد الملف السوري حراكا سياسيا متصاعدا في الايام الاخيرة يتركز بشكل رئيس حول اللجنة الدستورية المعضلة التي لم تحل الى اليوم والتي ما زالت عالقة عند قائمة ديمستورا المكونة من خمسين شخصا وهي القائمة التي يرفض النظام التصديق عليها وهذا ما بدى من الزيارة الاخيرة للمبعوث الاممي استيفان ديمستورا الى دمشق والتي التقى فيها وزير خارجية النظام ولد المعلم الذي شدد على ان دستور البلاد وكل ما يتعلق به شأن سيادي يقرره السوريون فقط دون تدخل خارجي تصريح قرأه البعض على انه فشل لزيارة ديمستورا الدبلوماسي الذي يقوم بمحاولته الاخيرة قبل ان يغادر منصبه نهاية الشهر المقبل اذ يستعد الرجل يوم الجمعة لاطلاع مجلس الامن على نتائج زيارته لسوريا وهو الذي سبق ان اتهم النظام في جلسة سابقة قبل ايام بعرقلة تشكيل اللجنة الدستورية التي تتبين فيها الرؤى من حيث اهدافها فالنظام راه فرصة لمناقشة الدستور الحالي بينما تسعى المعارضة الى وضع دستور جديد للبلاد ضرورة الذهاب بالعملية السياسية نحو تحقيق كامل لعملية الانتقال السياسي وبالحديث عن المعارضة تستعد هيئة التفاوض السورية برئاسة نصر الحريري لزيارة موسكو للقاء وزير الخارجية سيرجي لافروف وذلك بعد ايام من اجتماعات عقدتها الهيئة في العاصمة السعودية الرياض وحضر جزءا منها المبعوث الامريكي جيمس جيفري الذي يقود حراكا امريكيا لعادة البوصلة الى جينيذ وكسر التفرد الروسي الايراني التركي في ادارة الملف السوري سياسيا ولعل التقارب الامريكية التركية الاخير والتوافق على ملفات ميمبيج وادلب قد ينعكس ايجابا على الملف السياسي في ظل صراع الاولويات بين موسكو وواشنطن فالأولى تصر على اعادة الاعمار وعودة اللاجئين في حين تسعى الثانية الى تحقيق الانتقال السياسي وفق القرارات الاممية وتحت مظلة جينيذ الى تحقيق الانتقال السياسي وفق القرارات الانتقال السياسي